السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد طبعا النهاردة زهر كالعادة البدر طل علينا طلته السيسي زهر النهاردة طبعا وهو رايح يفتح المرحلة التانية من مشروع صيلو فودز اللي هو مشروع الجيش بتاع التغزية يعني بتاع الاولاد واللي هو ايه اللي هو اقف حال ناس كتير فاخد بالك بس عشان خطب بقى تابع الجيش واعتمد وخلاص وبينزل وبيرد تغزية دلوقتي للمدارس وبيعمل بقى حاجات بقى كتير بقى يعني اخد بالك يعني اه مش دي القصة على فكرة يعني هو القصة مش ان السيسي رايح يفتتح المرحلة التانية انت ما احنا مانا مانا مرحلة وانت كل مرحلة تروح تفتتحها ما انت فتتحت المرحلة الاولى وخلصنا وقلت جدوى الزمن يا عم هتمشى عليه واحنا مصدقين يا كاسي دي ومامنين ايه لازمتها بقى الرط كل شوية تروح تنوط المرحلة الاولى المرحلة التانية المرحلة الثانية مقرر المرحلة الثانية بشيء اهمد لكن طبعا هو ما فيه هدف من ورا الموضوع ده هنعرفه دلوقتي بس طبعا في البداية اتمنى من حضراتكم دعمنا بلايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجي لكم كل جديد طيب عملتوا كده يا جماعة طب تمام طبعا بقى نخش بقى لموضوع اللقاء العظيم النهاردة سيس طبعا نصيح على غير الريق راح يفتتح المرحلة الثانية وبعدين قاعد يتكلم كلام كتير طبعا وكان في بقى وزير التموين واخي اللافيف من السادة الوزراء رئيس الوزراء ورئيس وزير الدفاع ومش عارف وزير الداخلية وبلا بلا 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 كده كلام كتير لكن الحقيقة الهدف من الموضوع كله خلاص حتى في الجزء الاول بقى قبل ما يتفقد الموضوع يلا سيادة الرئيس عندنا جولة التفقدية تفضل بنا في بقى يخص الموضوع اللي هو راح يفتتح مشروعه خلاص ويتكلم بقى عن الاقتصاد وحنا بندعم الاقتصاد كل الكلام ده في نطاق في نطاق الحدث لكن اللي مش في نطاق الحدث بقى اعرف ان هو ده اللي سيسي رايح عشانه اللي هو ايبقى اللي هو الاشقاء العرب جو هم قاعدوا بس انا عندي مشكلة في موضوع ما يتداوله والسوشيال ميديا ومواقع التواصل والحاجات اللي بيتم تداولها على السوشيال ميديا والاساءة الى بعض الاشقاء العرب وده مش مرحب بيه ومش مطلوب ومش محسوب ومش عارف ايه وقعد بيقول شوية كلام كده ويا جماعة لازم تنتبهوا انتو بتقولوا ايه وبلاش تمسوا ورا المواقع المغرضة اللي هدفها الواقيعة وده هيأثر علينا ويأثر على اللقات احنا عمرنا ما عملنا كده بس هو انا مستغرب انت بتكلم مين هو اسيسي بيتكلم مين يعني اسيسي في الرسالة دي هو طبعا الرسالة دي رسالة تعتذر لان اسيسي قاعدوا لك واحنا مش مش ده مش ده سامت ولا توجه الدولة المصرية احنا بنحاول بنقرب من الجميع وبنوطد العلاقات وبنتصالح مع الجميع وقام ضرب مثل وسخ انا اسف يعني يقول لك ده حتى اسيوبيا اللي احنا عندنا مشاكل معها ما بنقولش عليها للحاجة الكويسة يا اما ما نقولش احنا بنعرفش من الحاجة وحشة بسم الله ما شاء الله يقول لك ونستعد تقول لك وتوجه لأ احنا عمر ما توجهنا كده الاساء احنا توجهنا هي الحسنة والتعامل وقعد بقى ايه اللي هو معنى صح عارف انت ما يكون عائل ابنك انت شيخ منصر وبتاعه مسرح لعائل الصبيان بتوعك فما يجو يتقفش وتقوم جاي واخد له هذا العائل جزء المين وتقول له لا ما عليش حقك علي ده ما عليش اهنا هربه له وتبقى انت اللي بعده هو نفس الحكاية السيسي عمل كده النهاردة بالزبط طلع ياخد اللقطة دي واعدي يقول للناس طبعا باقي ما ينفعش يا جماعة الموقع دي بس انا فيه كم نقطة كده عايز اتكلم بيها او يعني النقطة المهمة اصل اللي تكلم سعوديين هو اعلاميين مصريين يعني يعني انا مثلا لما طلعت اتكلمت او الناس المعارضين لما طلعوا يتكلموا هم بيقولوا ان فيه خناء دايرة احنا بنقول ده ده من واقع ان فيه خناء دايرة يعني مش احنا اللي قمنا يعني مثلا ايه مش المعارضة او القناة انا عايز افهم ايه المواقع المغرضة اللي قالك ليب يعني حد يقول لنا كده ايه المواقع المغرضة اه اه الاشعالة الفتنة العظمة دي ده هم الجماعة بتقعت السعودية ترقعوا لك على ودانك قمت انت مسلط الرجالة بتقعك عليهم طالقهم اديه والمهي ومش عارف فيه والباز والماز ومش عارفوا اسمه ده اللي قد بتاع الجريدة الجمهورية عبد الرازق توفيق ده المقال اللي اتعمل وتسحب تاني فيعني مين اللي عمل ده ما هم رجالتك يا باشا وصبيانك ما هو ده اعلامك اللي عمل كده تيجي تقول بقى مواقع فين المواقع المغرضة هم بقى الحاجة التانية خدت انت موقف ضدهم بقى يعني ضد الناس اللي قادت تتكلم على السعودية بشكل مش كويس على الاشقاء العرب اللي وقفوا جنبنا وسعدونا ومش عارفه عملت معهم حاجة يعني هل انت خدت معهم موقف هل انت مثلا بقى حبستهم بتهمة نشر اخبار كذبة او بتهمة الاساءة للاشقاء اللي ساعدونا ما عايزين نعرف يعني ايه الخطوة او الاجراء اللي انت خدتهم دول سوبيانك بقى يا معلم الا بقى لو كنوا شغلون بمزاجك يعني موضوع الكفين ده اللي هو تحزي في المقالات وخلاص كده لا ده ما بيقولش معانا ده ده تعملوا في اخناقة في الشارع في الحارة انما احنا دولة ودولة مؤسسات وانت بتقول توجه الدولة مش ده توجه الدولة خالص الاساءة للاشقاء طيب ورين يا بقى يا باشا لبسهم الجلبية يا معلم ده لو تقدر مش لو تقدر ااسف لو لو هم اصلا خارجين عن طوالك انما كل اللي كان بيحصل ده معلم مفهوم يعني فبداعش يبقى تحور واتدور على الناس ده دي اللي قطة الاولى بس كده من لقاء النهاردة سلام ونشوفكم فيديو جديد